السلام على إمام زماننا بنحو مجمل هو ميثاق إلهي محمدي فيه مضمون أدعية فرج إمام زماننا هذا هو المعنى الإجمالي لسلامنا على رسول الله أساسا على أمير المؤمنين على الصديقة الكبرى حين نسلم عليهم في زياراتهم من قريب من بعيد في صلواتنا السلام على رسول الله وآل رسول الله السلام على إمام زماننا مضمونه الإجمالي هو هذا السلام ميثاق إلهي محمدي قرأت عليكم في الرواية من أن الله أخذ الميثاق بذلك ومن أن رسول الله أخذ الميثاق بذلك وهكذا كل إمام أخذ مواثيقه على الأمة التي يكون فيها ذاك الإمام إمام زمانها فالسلام فالسلام ميثاق إلهي محمدي يشتمل على مضمون أدعية الفرج ماذا قرأنا في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإنما السلام عليه السلام على رسول الله تذكرة نفس الميثاق أي ميثاق الميثاق الذي مر الحديث عنه في هذه الرواية ميثاق إلهي وميثاق محمدي فإن الله أخذ الميثاق علينا وإن محمدا صلى الله عليه وآله أخذ الميثاق علينا وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله أن يعجل الميثاق وهو تعجيل فرج إمام زماننا وأن تتحقق دولة الحق من طلائعها الأولى في عصر الظهور إلى الدولة المحمدية الخاتمة لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه بجميع ما في السلام ذلك هو مضمون الميثاق هذا هو المعنى الإجمال للسلام على إمام زماننا السلام على الحجة بن الحسن ميثاق إلهي محمدي وحين أتحدث عن ميثاق إلهي محمدي إنني أتحدث عن المضمون الذي حدثنا به صادق العترة في هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل لأن الله أخذ الميثاق علينا ولأن رسول الله أخذ الميثاق علينا فحينما نسلم على إمام زماننا إننا نجدد العهد معه بذلك الميثاق مضمون ذلك الميثاق ما جاء في أدعية الفرج وما الذي جاء في أدعية الفرج الذي جاء في أدعية الفرج فرج إمام زماننا الذي يشكل مقدمة لدولة الحق التي تستمر طويلا عبر عصر الرجعة العظيمة حيث تنتهي بالدولة العظمى إنها الدولة المحمدية الخاتمة هذا هو المعنى الإجمالي للسلام على إمام زماننا هل تسلمون على رسول الله بهذه الصيغة هل تسلمون على إمام زمانكم بهذا المضمون أنا أسألكم أنتم حينما تصلون تختمون الصلاة بالسلام على رسول الله قطعا بالسلام الأبتر فأنتم تسلمون بالطريقة الشافعية التي انتخبها لنا الشيخ الطوسي ومراجع مراجع الطائف الأجلاء إننا نسلم على رسول الله سلاما شافعيا أبترا سلام أبتر من دون أن نسلم على العترة الطاهرة من دون أن نسلم على إمام زماننا مع هذا السلام الأبتر مع هذا السلام الأقطع مع هذا السلام وفقا للذوق الناصبي وفقا للذوق الشافعي هذا هو المنهج الأبتر الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع المنهج الكوثر ولكن فلنقول إن جهل مراجعنا المركب قد يكون عذرا لهم فهم جهال بالجهل المركب وأنتم كذلك تعيشون الحالة الدخية ما هو هذا الواقع الشيعي وأنا واحد منكم ما هو هذا الواقع الشيعي هذه القضية ليست محصورة بحالة من الحالات على أي حال حينما نسألهم نسأل آل محمد نحن لماذا نصلي هذا الكتاب علل الشرائع وإنني تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات مفصلة تحت عنوان معاني الصلاة يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وستجدون هذه الحلقات مفصلة هي جزء من برنامج الكتاب الناطق على أي حال هذا هو كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق وهذا هو الباب الثاني من الجزء الثاني عنوانه العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة علة فرض الصلاة وإيجاب الصلاة وتشريع الصلاة لماذا يجب علينا أن نصلي الرواية عن هشام ابن الحكا قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق عن علة الصلاة إلى آخر كلامه لا أريد أن أقرأ الرواية بكل تفاصيلها أذهب إلى موطن الحاجة فماذا أجاب إمامنا الصادق في بيان الحكمة والعلة من فرض الصلاة علينا السؤال عن الصلاة الواجبة اليومية وأراد الله تبارك وتعالى وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عن يغفل عن محمد وينسوه فيندرس ذكره فعلة تشريع الصلاة هي مواعيد يجب أن نلتزم بها لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد فإننا حين نذكر محمدا إذا ذكرناه لوحده فذلك ذكر أبتر لابد أن نذكر محمدا وآل محمد أقرأ عليكم ماذا أجاب إمامنا الصادق حينما سأله هشام بن الحكم عن علة تشريع الصلاة وفرض الصلاة الواجبة علينا هكذا قال هذا حديث الصادق المصدق وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة فرض علينا الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عن يغفل عن محمد لكي لا يغفل عن وينسوه فيندرس ذكره فعلة تشريع الصلاة يا من تقولون إننا شيعة لجعفر بن محمد هذا هو جعفر بن محمد يبين لنا علة تشريع الصلاة هي مواعيد لأي شيء لكي تلتقي عقولنا وقلوبنا بعطر ذكر محمد وحينما نذكر محمدا لابد أن نذكر علي لابد أن نذكر آل محمد في زماننا هذا فإن صلواتنا هي مواعيد لذكر إمام زماننا هي مواعيد تلتقي فيها عقولنا وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا وفطرتنا إذا كنا نملك ذلك إذا كنا نملك عقولا نظيفة وإن هي هذه العقول النظيفة العقول النظيفة تلك التي يريدها إمام زماننا إنما بعث الأنبياء لإثارة دفاء العقول وجاءنا المراجع فدفنوا عقولنا تحت قذارات الفكر الناصبي هذا الذي تقوم به الفضائيات الشعية وهذا الذي يقوم به كبار خطباء المنبر وهذا الذي يقوم به كبار مراجعنا من دفن عقولنا تحت ركام الفكر الناصبي القذر وتحت ركام التخلف وعدم الاطلاع على معارف الكتاب والعطرة وتحت ركام تفسير القرآن بحسب المنهج العمري الذي يزيدنا جهالة فوق جهالتنا وتجهيلا فوق تجهيلنا وتصطيحا فوق تصطيح عقولنا من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وواقع الحال يشهد بهذا زيارة سريعة إلى مدارس الحوزة في النجف زيارة سريعة إلى حسينياتنا وماذا يتحدث فيها هؤلاء الخطباء العديموء الثقافة لا أقول قليلوء الثقافة العديموء الثقافة في جميع اتجاهاتها وماذا يبث على فضائياتنا من هراء ناصبي ومن تصطيح للعقول ومن سخافة للفكر القطبي هذا هو الذي نحن نعيش في أوساطه فإذا كنا نملك عقول نظيفة فإننا سنملك قلوب سليمة لأن العقول النظيفة هي التي تنظف القلوب إذا كانت العقول متقدرة بقذارة الفكر الناصبي فإن موازين الولاية والبراءة ستكون مختلة في قلوبنا حتى لو أظهرنا اللعن ما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالبرائيين هم من نفس هذه الجوقة من نفس الجوقة التي دفنت عقولها تحت ركام الثقافة الناصبية طهارة العقول بالفكر السليمي لا بمناهج النواصب التي يتبعونها ويلقلقون باللعن أو بذكر المطاعن التاريخية هذه مهزلة من المهازل في الواقع الشيعي أنا لا أدري في الحقيقة عن أي موضوع أتحدث لأن هذه الموضوعات موضوعات واسعة جدا هذه موضوعات مضطردة في جهاتها وحيثياتها لكنني سأحاول أن أغطي ما أستطيع أن أغطيه من مساحة ترتبط بهذه الموضوعات في هذا البرنامج أو في بقية البرامج الأخرى بحسب ما أتمكن أعود إلى الروايتي فإن الرواية تحدثنا عن ميثاق إلهي وميثاق محمدي أخذ علينا وسلامنا على رسول الله سلامنا على إمام زماننا هو تذكير بذلك الميثاق وتجديد عهد فحينما تكون الصلاة مشرعة على هذا الأساس على أساس أن تكون موعدا لأن تلتقي عقولنا وقلوبنا بذكر محمد صلى الله عليه وآله أن تجدد اللقاء وأن تجدد الذكر وأن تجدد التعطر بالاختراب من فنائه الأطهر يتضح حينئذ معنى السلام الذي هو خاتمة صلاة أفليست الصلاة في قواعدنا الشرعية أنها تبتدئ بالتحريم يعني بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم بالسلام على رسول الله وآله الأطهار وليس بالسلام على رسول الله على الطريقة التي علمكم المراجع إياها إنها الطريقة الشافعية طريقة السلام الأبتر تسلمون على رسول الله سلاما أبتر وتتركون آل رسول الله ثم تسلمون على أنفسكم يا لسوء حظكم ويا لقلة أدبكم إذ تتركون السلام على آل رسول الله وتتركون السلام على إمام زمانكم وتسلمون على أنفسكم لا أريد أن أتوغل في هذه الجهة ولكنني أذكركم من أن صلاة شرعت لأجل ذكر رسول الله لأجل ذكر إمام زماننا السلام كذلك فهل سلامكم في صلاتكم وهو سلام واجب يجب علينا أن نختم به صلاتنا حتى لو ختمنا صلاتنا بهذه العبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن هذا السلام موجه بنحو عام لمحمد وآل محمد وبنحو خاص للحجة بن الحسن العسكري إذ يمكننا أن نختم الصلاة بهذه العبارة فقط من دون أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبقية التفاصيل يمكننا بعد التشهد مباشرة أن نقول لأجل الاختصار لضيق الوقت لأي غاية من الغايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنى السلام هذا هو سلام على محمد وآل محمد في الصورة العامة وفي الصورة الخاصة هو موجه لإمام زماننا الحجة بن الحسن فخواتيم الأعمال لابد أن تكون عندهم السلام على محمد وآل محمد في آخر الصلاة عملية ختم وإنهاء للصلاة فخواتيم الأعمال لابد أن تكون عندهم في فنائهم وإلا لا قيمة للأعمال من دون أن تكون مختومة من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سلامنا هذا هو ختم كيف يكون ختما هل أن سلامي يكون ختما حينما يجيبني الإمام إذا أجابني الإمام حين أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كما يقول بعض المراجع بل أكثر المراجع الخائبين من أن هذا السلام على الملائكة أو على المؤمنين الذين هم يصلون مع ذلك المصلي خيبة يا لها من خيبة أكبر مراجع الشيعة يقول هذا في أجوبته وفي آخر عمره وما المراجع الأحياء الآن الموجودون ما هم ببعيدين عن مثل هذه الترهات هذه هي الحقائق من الآخر فعينما نختم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه العبارة نتوجه فيها إلى إمام زماننا فإذا أجابنا الإمام ورد علينا فقد ختمت الصلاة من دون ذلك تمسحوا بصلاتكم في أي جهة من جهات أبدانكم تمسحوا بها فإنما بداية الصلاة التحريم ونهاية الصلاة التسليم ولذا فإن الناصب لا يوجد فارق بالنسبة إليه كما في الروايات والأحاديث أصلى أم زنى أم سرق الأمر واحد لماذا لأنه لا يسلم على إمام زماني أساسا هو لا يعتقد به ولا يعرف إمام زمانه ولا يسلم عليه فلن يجيبه الإمام ونحن هكذا نفعل نحن لا نعرف إمام زماننا وفقا لموازين آل محمد نعرف إمام زماننا وفقا لموازين المراجع التي هي موازين علم الكلام موازين علم الكلام هي موازين الأشاعرة والمعتزلة لكننا نعوجها نحرفها بحسب مراجعنا الكرام هم يقومون بتحريفها وتعويجها وبعد ذلك قسرا يفرضونها على ثقافة العترة الطاهرة ويعلموننا كيف نعرف إمام زماننا وفقا لتلك القوالب الناصبية التي جاعونا بها من علم الكلام فلا نحن نعرف إمام زماننا ولا فيكم أحد حينما يختم صلاته ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجه سلامه إلى الإمام إنه هكذا يطلقه في الهواء الطلق لا يدري هل هو في حفلة يسلم على الجمهور هل هو يسلم على مرجع التخليد على من يسلم ما هي صلاة هراء في هراء وهو دين هراء في هراء لأن العقيدة هراء في هراء هذا الأمر في الحقيقة من الآخر من دون مجاملات من دون رتوش على من تسلمون حين تسلمون في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساسا أنتم تعرفون إمام زمانكم وفقا لموازين علم الكلام الناصبي ليس وفقا لموازين العترة الطاهرة فأنتم لا تعرفون إمام زمانكم وفقا لموازين الزيارة الجامعة الكبيرة فهذا الذي وهو النخعي حين قال لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فوضع له هذا الدستورة وهذا الميزان يجب علينا أن نعرف إمام زماننا وفقا لهذا القول البليغ الكامل نحن لا نعرف إمام زماننا وفقا لهذا القول البليغ الكامل وإنما نعرف إمام زماننا وفقا لقواعد علم الكلام التي نفس المراجع يعرفون إمام زمانهم على أساسها وهي قوالب جيء بها من الأشاعرة والمعتزلة أساسا إنه فكر السقيفة قواعد علم الكلام تعرف لنا الإمام المعصوم بالضبط مثلما تعرف السقيفة خليفة رسول الله إلا أننا نضيف بعض المحسنات على خليفة رسول الله بمنطق سقيفة بني ساعد هذه هي القضية من الآخر منطق الزيارة الجامعة الكبيرة منطق يختلف عن علم الكلام مئة في المئة مراجعنا لا يعتمدون على هذا المنطق يعتمدون على منطق علم الكلام الذي هو منطق سقيفة بني ساعدة وبعد ذلك شققت الاتجاهات فهناك الأشاعرة وهناك الماء تريدية وهناك المعتزلة ونحن عشقنا المعتزلة مراجعنا عشق المعتزلة وبعد ذلك أيضا ألقوا أنفسهم في أحضان الشوافع فنحن نتقلب ما بين الفكر الشافعي والفكر المعتزلي هذه الحقيقة من الآخر ألا تلاحظون هذا المديح الهائل من قبل مراجع الشيعة ومن قبل خطباء الشيعة ومن قبل مؤلفي الشيعة للشافعي لأننا من أتباعه في الحقيقة نحن من أتباع الشافعي ولسنا من أتباع محمد وآل محمد مناهجنا شافعية هذه صلاتكم أنتم تسلمون بطريقة الشافعي ولا تعرفون معنى سلامكم فهل تتوقعون أن الإمام الحجة يجيبكم على سلام لم توجهه إليه أعمالنا بتمامها وكمالها لا بد أن تختم من قبل الإمام فهل الإمام جالس على كرسي وطاولة وبيده أختام يختم بأي طريقة تفكرون أنتم إنكم حين تسلمون في آخر الصلاة هذا السلام يجب أن يوجه إلى إمام زماننا إن أجاب إمام زماننا الصلاة قبلت إن لم يجب فإن الملكة يلفها ويضربها بوجوهنا الروايات واضحة في أن أكثر المصلين الملائكة يجمعون صلواتهم ويضربون وجوههم بتلك الصلوات وإن صلاة لتدعو على المصلي بعد أن يصلي الملك يجمع صلاته ويصفع وجهه بها وهو يدعو على المصلي والصلاة نفسها تدعو على المصلي لأن صلاة هذه في صورتها الأصلية التي كان يجب على الشيعي أن يأتي بها هي صورة من صور الولاية لعلي بينما الشيعي يصلي ويعتقد بحسب المراجع الكبار من أن ذكر علي يبطلوا الصلاة ما تقولوا لي هاي الصلاة وراح تخلوها أنتم بيا مكان نذهبوا إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر